اعلن المدير والعمل الوكالة الوطنية لتحسين سكن وتطوير عدل محمد طارق بالعريبي أن عملية التحضير لتسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار 2001-2002 شارفت على الانتهاء وأوضح بالعريبي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن وكالة عدل قامت إلى غاية الآن بطبع ما يقارب 80% من القرارات التي سيشرع في تسليمها للمعنيين ابتداء من الثامن فبري المقبل وتعتزم وكالة عدل تسليم 40 ألف قرار تخصيص مسبق منها 20 ألف قرار بالعاصمة وهو ما يتنسب حسبه مع عدد السكنة التي فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 70% نهاية 2015 مضيفاً أنه مع بلوغ الورشات هذه النسبة في الأشهر القادمة فإنه سيتم توفير حصص سكنية إضافية متقدمة الأشغال ستسمح بإعداد قرارات تخصيص أخرى إلى غاية تغطية جميع المكتتبين القدامة 2001-2002 وبخصوص كيفية إعداد قرارات التخصيص المسبق أوضح بالعريب أنه يتم انطلاقاً من برنامج معلوماتي قام بإنشائه مهندس والإعلام الآلي بالوكالة وسيسمح هذا البرنامج حسب المدير العام بتوزيع المكتتبين المقبلين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة مؤكداً أن البرنامج يراعي في عملية التوزيع الآلية الترتيب الزمني للمكتتبين حيث تم في الأسبوع الماضية إعداد قوائم المسافدين وترتيبهم وفق تاريخ تسجيلهم من خلال لجنة تقنية مختصة بحضور محضر قضائي مضيفاً أنه تم التأكد من القوائم التي تم إعدادها بواسطة لجنة ثانية ومحضر قضاء آخر قصد ضمان شفافية ضرورية في العملية اشتركوا في القناة